لم تتبقى سوى أيام معدودة لبدء العام الدراسي الجديد فثمت مدارس دمرت نتيجة الحرب مع عصابات داعش الإرهابية حيث تقدر أكثر من ثمانين مدرسة مدمر بالكامل في مناطق المحررة من دنسي تنظيم داعش الإجرامي فمنذ تحرير مناطق لغاية الآن لم تنال المدارس المتضررة اهتماما من قبل الجهات المعنية الأمر الذي دفع أهالي محافظة صلاحة دين الشروع بحملات تطوعية بغية ترميم مدارس بجهودهم الذاتية نتيجة الخراب الذي يجثم على الكثير من المدارس لكون أغلبها تضررت بسبب مخلفات داعش ما يضرهم إلى المباشرة بترميمها واستغياب ملحوظ للحكومة العراقية حيثما يقارب 15 مدرسة تم يعادة ترميمها وتاهيلها بجهود أهالي المحافظة لاستقبال طلباتها أمن مديرية العمل التربية من جانبها لم تخفي النخص الحاد في المدارس بعد أن دمرت أغلبيتها نتيجة أحداث داعش الأخيرة مشيرة إلى وجود أكثر من 60 مدرسة مدمرة بالكامل في محافظة صلاح الدينة لقناة WTV وفي سقر مندرة موسيقى موسيقى